رايحين البطولة وهدفنا نكون على منصة التتويق ده احساس وشعور وحلم وطموح كل مشجع أهلاوي وإن شاء الله بإذن الله نحن لها رغم كل الصعوبات ظروف التوقيت الغيابات والبعد عن المشاركة اللي موجودين طبعا معنا هنا أو الغياب الدوليين اللي كانوا بيشاركوا مع منتخباتهم الحمد لله رجع لنا علي معلول وقال يو دينج وفي انتظار إن شاء الله بقيت لعبتنا تلحق بينا بعد تتويق مصر بإذن الله إن شاء الله ببطولة أمام أفريقيا لعبتنا ترجع لنا مرة تانية ويكملوا معنا مشوار التتويق في المراحل المتقدمة بس الأهم طبعا هو التركيز على المواجهة الأولى مفتاح البطولة مونتري المكسيك وهو منافس ليس بالصعب على الإطلاق وليس بالسهل في نفس الوقت منافس وخصم يمكن متمرس أبننا مرتين وفي المرتين قدر يتفوق على النادي الأهلي لكن الظروف السندي مختلفة مختلفة لأنه الأهلي هو الحاصل على برونزية النسخة الأخيرة من كاس العالم للأندي على حسابها المراسل البرازيلي مختلف لأنه مونتري مع فيارة جاري مش الفريق المرعب أو الفريق القوي ولكن يبقى طبعا خصم محترم جدا ومباراة في غاية الصعوبة مباراة الإفتاحية خلينا ناخد رأيي طبعا سيزار دل جادو نجم منتخب الأرجنتين ونجم أوليمبيك ليوني السابق وهدف مونتري السابق كمان هيكون ضفنا في السادسة من خلال فيديو كونفرنس سيزار دل جادو بشكرك على وجودك معنا وأهلا بك على شاشة الأهلي في السادسة قبل ما تكلم في الفنيات وأسمع منك رؤيتك للمواجهة المنتظرة بين الأهلي وبين مونتري المكسيكي خليني أسألك الأول عن توقيت البطولة وإزاي بتشوف الصعوبة اللي بتنطبق لحقيقة على فرقتين مش بس عن نادي الأهلي لكن كمان بتنطبق على نادي مونتري المكسيكي غيابات كثيرة بسبب انضمام لعبيد دوليين لمنتخباتهم إزاي بتشوف اختيار التوقيت ده لإقامة البطولة نعم حسنا أعتقد أن المعد توقيت البطولة صعب بسبب الالتزامات عند الفريق بالنسبة للارتبطات الدولية سواء بالنسبة لمنتخب المكسيك اللاعبين الدوليين الموجودين في صفوف المنتخب المكسيكي في المونتري أو حتى بالنسبة للنادي الأهلي اللاعبين المتواجدين في بطولة أفريقيا ولذلك هناك حاضر كبير جدا بالنسبة للمباراة بسبب الغيابات العديدة في صفوف الفريقين ولكن أعتقد أن الفريقين سيحضران للمباراة بأفضل طريقة ممكنة لأنها مباراة صعبة بالنسبة للفريقين ولكن دون شك ولكن طبعا دون شك بالنسبة للتواريخ بتاعة الفيفا أعتقد أنها جعلت الموقف صعب ولكن أعتقد أنها تبقى إن شاء الله مباراة قوية ما بين الفريقي مونتري فريق تعود دايما على أنه يكون على منصات التتويج فيما يتعلق بالبطولات المكسيكية المحلية والقرية لكنه السنة دي مع خفية راجري مش في أحسن حالاته وفي حدود معلوماتي بيحتل المركز التاسع على تقريبا التاسع قافي جدول ترتيب الدوري بتشوف إيه سبب التراجع ده وتقييمك لمستوى مونتري مع تحت قيادة خفية راجري حسنا لا أعتقد أن مستوى الفريق أعتقد أنه حتى وإن كان في وضع متأخر في جدول الترتيب ولكنه في فرمة جيدة أتفق معك بأن النتائج ليست جيدة ولكن الفريق يظل فريق خطير بعيدا عن أنه مش موجود في أفضل ترتيب ليه في الدوري ولكنه يبقى فريق خطير وأعتقد أنه في النسخة الحالية من المونديال قادر على أنه يقدم أفضل نسخة له مقارنة أو بالنظر لقدرات اللاعبين وكل لعيف في كل مركز أعتقد أن الفريق قادر أنه يقدم بطولة قوية ومستعد بشكل كبير جدا لهذه النسخة من المونديال الأندية طيب خليني أسمع رأيك في فرقة النادي الأهل أنت وجهت الأهل قبل كده برضو في مونديال الأندية وأنت بتمثل مونترية المكسيكي وبتعلي تابعة النسخة الأخيرة من كاس عالم الأندية للأهل يفز فيها أو حق فيها الميدالية البرونزية على حسابها الميراس البرازيلي من وجهة نظرك إيه الاختلاف بين الجيليني؟ سينيور دل جادو أعيد السؤال تاني يبدو أننا فخرنا نتصال بسيزار دل جادو مهاجم أوليمبيك ليوني خلييني أرجع مع حضراتكم لمشوارنا في كاس العالم الأندية سينيوري